مستر هكتور كوبر نروح بقى لأخبار للتحاد التحاد الكورة المصري والمنتخب الوطني الأول مستر هكتور كوبر بيدرس طلب استخدام رخصة الإفطار في رمضان طبعا معسكر الإعداد الرئيسي اللي هعمله منتخبنا الوطني قبل منافسات روسيا 2018 هيكون في الفترة اللي فيها شهر رمضان المعظم كل سنة وحضراتك وارب بألف صحة وسعادة وخير عشان كده مستر هكتور كوبر شايف أن المعسكر ده هو اللي هتحدد عليه بشكل كبير جدا مستوى أداء لعبتنا ومنتخبنا في روسيا 2018 عشان كده اتكلم مع جهازه الفني أن يبقى فيه نوع من أنواع الدراسة لرخصة الإفطار ويتكلموا مع اللعيبة في المنضوع ده وطبعا هيبقى فيه جانب كبير وجزء كبير من اللعيبة ممكن يكونوا رفضين ده أغلب لعبتنا بيتمسكوا بفكرة أو بشعيرة وفرض وركن من أركان الإسلام الرئيسية وهو الثامن هم يصوموا حتى في اللقاءات كانت الإفريقية أو كده اللي كان بيلعبها الأهلي أو الزمالة كان كل اللعيبة المنتخب واللعيبة الكبار دايما كانوا بيحبوا أن هم يكونوا ملتزمين بفرض الصيام لكن طبعا ده جزء ديني ورأي ديني بحث لازم يتم الرجوع لي لبعض الفقهاء وبعض الشيوخ اللي عندهم من القدرة ومن العلم أن يقدروا يفتوا في حاجة زي دي وده هيتم دراسته خلال الفترة اللي جاي